اشتركوا في القناة 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 ما درش خارجات اللي غير أخلاقية ما غاديش يخدم ما غاديش يطولوش ما غاديش يلفت الانتباه كين فنان اللي معتمد على الصوت ديالو على الكارزمة ديالو على الأخلاق ديالو دونك كين هاد القادية وانا ما ما نقدرش نقول لك ضد لإن الفنان كيبقى حور في الاختيارات ديالو وانا اللي كان آمن به هو الفنان هو الإبداع بالنسبة لتيك توك والله أنا ما نقدرش نعتك الرأي ديالي فيه أنا فعلا عندي حساب في تيك توك لكن كنحط فيه الأعمال ديالي كل ما هو فني أي حاجة كتتعلق بنا ديال عروسي صهارات إشهارات أغنية ديالي كنطلقها ربما كننعود كنغني معها لكن أمور أخرى ما عنديش ديراية بها يعني بشكل كبير ومهيما لكن شي حضر الأمور اللي غا تكون كتسيء للوليدات ديالنا للمجتمع المغربي ككل بالنسبة للتدوينة الأخيرة أو السطوري اللي كتبت فيه بأن أنا مع سعيدة شرف أنا هضرت على القانون بشكل عام قلت بأن القانون ما كيضلم حتى شي واحد وإحنا كان فتخروا بالقانون ديالنا وبالقاداء المغربي النازيه وأنا لسعيدة شرف كانت فقط نموذج من بزاف ديالناس اللي كيعانون ومشكل ديال الابتزاز تشهير الاستهزاء لإنسان ده بقول لك يطلق الكاميرا ووجيبيا في مقول ولو يعني ولو كيشوفوا الحياة الخاصة ديالناس شي حاجة اللي عادية جدا هو كيقول لك البيوت أسرار وحنا ولو إن كنشوفوا ذاك شي اللي في البيوت ولي وإن كنشوفوا على برا في مواقع التواصل الاجتماعي والحمد لله للقاداء المغربي يعني ولعطي اهتمام كبير للأمور ديال الابتزاز للضحايا لإن كنشوف كينين سعيدة شرف كانت تغيء واحد في الميان بزاف ديال خصوصا اللي بنات يعني اللي بنات كينين كان عرف أنا يعني كينين بنات بزاف كيعاني وفي الخافاء من الابتزاز كتلقيها بندرهم وبندنقية وهذا لكن إنسان ومعصومش من الأخطاء كيتوقع كتوقع زلات في الحياة ديال إنسان كيوقع في الأخطاء دونك يتعرض لكيكونوا ضحايا ديال الابتزاز ديال التهديد بإنه غيكون تشهير كذا كذا لكن جاء القانون الحمد لله القاداء المغربين نصف هاد الفئة هادو باش يعطيهم حقهم باش يقدروا تهم ما يدافعوا لنفسهم باش ما يبقواش يعني كيعانيوا في خافاء وفي صامت حال مبنت كيتسمعيها كيتقول لك انتحرت هربط لدارهم خاطأ بسيط دفعت فيه الثامن غالي هي حياتها ربما انتحرت قاع ديالك شعلاش خرش بدك تدوينا وقلت بالعكس اللهم ما سعيدة شارف تاخد الكلاستور وتجيغدى به المحكامة وحسن إنسان ما كيسكت على الأمور اللي ما خصاش تسكت عليها قاع بحال المثالة الاستفزاز وتشهير والصراحة حد الله هنا ما ما كانت أكترش ما كانت أكترش ما هاد النحيات الشخصية ديالي قوية للتعليقات في الانستاغرام والداليل غدي تدخلي الانستاغرام غدي تلقي بزيف ديال التعليق خيبين راح عندي الإمكانية غدي نمسحهم كاملين لكن بالعكس أنا كنحاول هاد الناس نخليهم يفرغوا دك الطاقة السيلبية ديالهم هيدك يدخلوا عندنا ديال عروسي خودوا راحتكم اللي اللي مسالي غدي يدخل غدي عاير واحد غيقول كومونتير خايب واحد كيقول كومونتير زوين أنا مخليا لهم دك المجال مفتوح ما كان مسحته كومونتير كنخليهم يأخذوا راحتهم بالعكس كانت قبل التنمور والتعليقات السيلبية والآراء الإيجابية والانتقادات البناء أو السيلبية كذلك بصدر رحب لأن المؤخرة شفت واحد المقطع ديال الفيديو في الإنستغرام تنمور يعني ما ما كان شغل على الإنسان ما شغل على الناس حيوان شفت كلب مقطع يعني الخلفية دياله كلها هكا يعني مقطع الخلقات ديالله سبحانه وتعالى كيتنموروا به ولدك الفيديو ديال دك الكلب كيتسبرتاجه كيتضحكوا عليه وكيديروا عنوين كده لأنه هو كلب وما قالوش دونك الخالة الكين في الإنسان يعني إحنا لكان شي تغيير سنطرقوه من رأسنا الرسالة اللي غادي نقدر نقول الفنانة دون يا باطمان نقول لها الله يطلق سراحك على خير وترجع البناتها إن شاء الله ويعيشوا في الأحضان ديالها إن شاء الله والإنسان من الأخطأ دياله كيتعلم إحنا في هذه الحياة ما معصومينش من الخاطأ وكيقول واحد المثالة اللي ما خرج من الدنيا ما خرج مع قيبها والخاطأ معرض له الإنسان في هذه الحياة هذه غيره والخاطأ في قشك يكون كيتمدى فيه الإنسان هو لا ما استافتش منه لكن كنقول لها الله يطلق سراحك وتولي العائلة ديالك والبناتك إن شاء الله رسالة اللي كان قدر نوجه الفنانة ريم فيكري كان أول حاجة كان نعزيها في الزوج ديالها الله يرحمه ونقول لها الله يصبرك والله يصبر العائلة دياله والإحدى السعانة كان نشوف الفنانة ريم فيكري ما خرجت حتى بشي تصريح وهذا بالعكس أنا عجبني الحال بزاف لإن شحال الفنانة يعني طحف مشاكيل بسبب الخارجات ديالهم يعني اللي عندها سبب بسبب أو بدون أسباب يعني لحة السعان تزمت بالصمت وهذا كان نشوفه أنا شيء إيجابي بالنسبة لها خصوصا فضل الفتراكين ضغطت عليها بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي أنا مشي ضد عملية جميل مع عملية جميل لكن الإنسان عنده الإمكانية خصوصا المرأة ما فيها بس تتلى في راسها تغير مشكل ديالها لكن شيء حاجة اللي يزع ما ديرها لمشكل فوجها في الجسم ديالها أنا مشي ضد لكن أنا ضد تخييب لأنه وليت حاليا ما بقتش كان شوف تجميل وليت كان شوف تخييب يا أختي أنا الصراحة الصراحة ما ديرش تجميل لكن مستقبلا نقدر ندير إن شاء الله تجميل أنا كما قلت لك مشي ضد تجميل أبدا أنا مشي ضد العمل في الملاهي الليلية غير هوك أي حاجة كيف ما قلوه راح عندها عنده حدود الفنان يكون فارض لو وجود دياله وتكون حدود مشي ضد المشاريع الفنية المستقبلية إن شاء الله نفسها تحضير عمل شعبي إن شاء الله الشعبي اللي هو أصل الأغنية المغربية اللي كي حمقوا عليه قاعد المغربة وكين أعمال اللي غتصور عن طريقة الفيديو كليب إن شاء الله وكين برامج تلفزيونية كذلك وكين جوالات في أوروبا إن شاء الله كين مور لعيد إن شاء الله كلمة أخيرة لجمهور ديالين بغن نقول لكم دائما والشعار ديالين ديال العروسي كتحمق عليكم والشعار ديالي دائما هو الأعمال وبكتفة إن شاء الله والإبداع لإن كما كنركز عليها دائما في الخارجة ديالي الفنان المغربي والفنان بشكل عام هو الإبداع وكان وعدكم إن شاء الله بالجديد ثم الجديد وبهذه المناسبة نبغي نقول لكل المغاربة واشركم بروكا ونتمنى شهر رمضان يدخل عليكم صحة والهناغ وزيادة الرزق وكل ما كنتمنى وإن شاء الله يا رب ترجمة نانسي قنقر